هذا سائل يقول ما معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه يحرمه من الانتفاع بقلبه ومن تفكيره ويصبح لا يفكر فيما ينفعه وإنما يفكر فيما يضره نعم أحسن الله إليكم ويقول وكيف يتق المسلم أن يقع له ذلك باتباع الكتاب والسنة وكثرة الدعاء أن يهدي اللهم اهدني فيما ناديت وعافني فيما عافيت يسأل الله الهداية في كل ركعة أن تقرأ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هذا دعاء صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين هذا دعاء نعم شكرا